السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي احنا مشاهدين ومتابعين اليوم ده زي ما انتوا شايفين معايا معجنات بطريقة مختلفة جدا ولكن طعمها لذيذ وشكلها الله مبارك مش عايز اقول لكم عاملة ازاي تعالوا نشوفوا عامليني الطريقة دي ازاي والشكل الجميل ده ازاي شكلناه بس قبل ما نبدأ كلامنا خلينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ولو قبل مرة تشوفوني ما تنسوش للاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اني كل جديد تعالوا نشوفوا ما قادرنا عبارة عن ايه زي ما انتوا شايفين كده جبنا بولا عندي ونزلت فيها بفنجال من بتاع القهوة اللبن كوباية اللبن اللي هو الحليب دافي ونزلت عندي معلقة كبيرة من الخميرة مع معلقتين من السكر وهقلبهم كويس جدا لحد ما احس ان الخميرة دي خلاص اتقلبت كويس ودابت هغطيهم وهسابهم لمدة ربع ساعة وهرجع لهم تاني انا عايزة التفاعل بتاع الخميرة يحصل قبل محط الديق وده بيديني احلى عجينة ممكن تشوفيها زي ما انتوا شايفين هنا خلاص العجينة تفعلت الخميرة تفعلت بالشكل ده كده بصوا شكلها بقى عامل ازاي هنا بقى هكون مجهزة الدقيق وهنزل عندي بثلاث كبايات من الدقيق وهنا انا مستخدمة الكباية المعيارية اللي هي ماتين وخمسين جرون نزلت عندي بثلاث كبايات معلقة صغيرة من الملح وهبدأ اقلب كده كله مع بعضه وهنعجيني العجينة دي لحد ما نكون عجينة وتمسكة هنا كده انا محتاجة تاني حليب هبدأ ازود واحدة واحدة على حسب الاحتياج عندك مية مفيش اي مشكلة يعجيني بالمية ولكن احنا بنحب نقدم دايما الحاجة لولدنا فبنحب نزود القيمة الغذائية بتاعتها ما عندكيش حليب عندك زبادي حطي تقدري تحطي رايب مفيش مشكلة ما عندكيش تقدري تستخدمي تم اعادي خالص المية بصوا زي ما انتم شايفين العجينة هنا متماسكة وهنا كده انا معايا معلقة كبيرة من الزبدة بس اي انا بصراحة طلع من التلاجة فهسخنها كده في ايدي الاول وبعد كده هنعجينها بالشكل ده وهنعجينة العجينة بالشكل ده لحد ما تلم معايا عايز اقول لكم الزبدة بتدي نعومة للعجين يعني مش طبيعية ده كده شكل العجينة زي ما انتم شايفين هلمها بالشكل ده وهسيبها تختمر وزي ما انتم شايفين العجينة هنا عجينة نشفة نوعا ما او متماسكة نوعا ما انا مش عايزها تكون عجينة طرية اللي بيها اعرف اشكلها زي ما انتم شايفين كده انا غطيتها تاني بالستريتش راب وهسيبها عندي لمدة ساعة لحد ما تتخمر طيب على ما تتخمر هنعمل ايه هنبدأ نعمل الحشو بتاعنا جبت بصلة مقطعاها ونزلت عندي بربطة من البقدونس مع قرن من الفلفل الحامي ده طبعا لمحبين السبايسي وهبدأ اديهم لفة كده في الكابة لحد ما ينعموا كويس جدا وهنا هبدأ انزل عندي بالبهاروت بتاعتي معلقة من الفلفل الاسود رشة صغيرة من الارفة نص معلقة من الكزبرة النشفة معلقة من البهارات البهارات اللحمة ونزلت بالملح بتاعي ونزلت عندي كمية اللحمة اللي انت حابة تعمليها قدتهم لفة لحد ما حسيت انه كله اتضرب كده مع بعضه وكله تجانس خدتهم حطيتهم في طبع عندي واغطيهم ودخلهم بقى التلاجة لحد العجينة بتاعتي ما تخمر هتكون هي ارتاحت كمان في التلاجة في حدود النص ساعة هنا كده العجينة بتاعتي بصوا شكلها عامل ازاي حجماتها ضعف جدا هاخدها هحطها عندي كده على المفرش بتاع العجين وبعد كده هبدأ اقسمها عندي بالعدد اللي انا عايزين ده كده شكلها هقسمها بعد كده وهشكلها على شكل كور صغيرة هنا كده شكلتها بالشكل ده على شكل كور صغيرة وسبتها ترتاح لمدة بس عشر دقايب وطلحت هنا كده بقى اللحمة من التلاجة وهبدأ بعد كده تعالي نشوف تشكيل العجين بتاعنا الحلو ده هنشكله ازاي هجيب كده العجينة وهبدأ اشكلها بالشكل ده هفردها بايدي بس بمنتهى البساطة كده والسهولة وبعد كده هجيب عندي القطعة بتاعة العجين دي او تشكيل الترط ضهر سكينة عندك ما عندكيش تقداري تستخدمي زي ما بقولك ضهر السكينة وممكن كمان العدان بتاعة الشيش توق وعملت فيها الشكل ده كده زي ما انتو شايفين جنب بعضه كده بعد كده حطيتها عندي بالطول شكل الخطوط دي تكون بالطول قدام مني وحطيت اللحمة عندي وهبدأ اقفل بالشكل ده تشكيلها سهل جدا ولكن مميز وجميل جدا بصوا ده كده شكلها جبت بقى الجنب اللي ورا كده عليها هيوة كمان وهبدأ اقفلها عندي بالشكل ده بصوا بقى شكلها عامل ازاي وعايز اقولكو ان هنا كمان تقدروا تحشوها بالحشوة اللي انت حباها ممكن تحشي جبن مثلا جبنة بالزعتر تقدري تحطي بصطرمة مثلا مع بصل اغضر وفلفل الوان تقدري تحطي سجوء اعمليها بالشكل بالحاجة اللي انت حباها وتقدري كمان تعمليها حلو ان انت تحشي عجوة زي ما انتو شايفين عملنا فيها خطوط اهو وحطيتها قدامي بالشكل تكون الخطوط بالطول قدام مني وهبدأ نحط برضو الحشوة بتاعتي وهقفل كويس جدا اهم حاجة الافلة دي هدوس عليها كده وقفلها كويس جدا وبعد كده هلف الشكل التاني كده لفزوا قلنا وهنبدأ نبرومها ونجيبها على بعضها بصوا شكلها بقى عامل ازاي صبعي كده بس متعاص بالمية وهبدأ اقفلها بالشكل ده شكلها قد ايه مميز وحلو جدا جدا واطفالنا دايما بتعجبهم الحاجات دي عايز اقولك تقدري تعمليها بالجبل وتحطها لهم في اللانش بوكس حلوة قوي هبدأ بعد كده انا خلصت الكمية عندي معلقتين من الحليب حطيت معاهم يعني رشة بسيطة من النسكافي او القهوة سريعة الزوابان وبعد كده هبدأ هدهن عندي الوش وده هنا اللي بيدين الوش اللي بيلمع المميز هدهن كده بالشكل ده وبعد كده هدخلها الفرن عندي على درجة حرارة 200 هتاخد عندي 20 دي ابل الزبط وهتطلع بالشكل واللون الجميل ده غطيتها عندي المدة 10 دي عشان تطرق وده شكلها اللي انا قدر اقدمها لكم بيه شكلها حلو جدا جدا هزا اقولكو طعمها كمان حلو قوي بصوا قد ايه هتقدميها تكون حاجة مختلفة على الصفرة بتاعتك هتحطيها زي ما قلتلك في اللانش بوكس للأولاد تقدر تحشيها بالجبن وممكن كمان تحطي فيها مربة حلوة جدا جدا تقدر تحطي نوطلة تقدر تحشي بالعجوة جميلة ومفيدة لأولادنا وتحطيها في اللانش بوكس وانتهى إيه البساطة شكلوها وعملوها بالشكل اللي يعجبكم يارب تكونوا استفدتوا مني وقدر تفيدكم بحاجة بسيطة ولو عجبكم الفيديو امانة عليكي ما تنسي الاشتراك وفعال الجرس بعد ما هتدوسي على كلمة اشتراك هتلاقي علامة الجرس دوسي عليها واختاري كلمة الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد أتمنى ان انا اكون في التوكو عزولوكم بسو كمان الجميل والشكل يلا استوضعتكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته